كل التحية لك باشمان سعاد لي والأستاذ إبراهيم ولكل مشاهدي ومتابعي شاشة تحقنات النادل أهلي في كل مكان من هنا من جنوب أفريقيا ومن تحديد بريتوريا العاصمة الدبلوماسية آخر استعدادات فريق النادل أهلي لمواجهة فريق ساندونز يوم السبت المقبل في إياب دور الثمانية لدور أبطال أفريقيا توافض أفراد الجالية المصرية والعربية من كل مكان ومن كل جزء فيه جنوب أفريقيا لمسندة ومؤذرة النادل أهلي في هذا اللقاء يسعدني أن يكون معي في هذه الأثناء أسرة مصرية حريصة أنها تكون موجودة النهاردة في تدريب النادل أهلي تساند وتؤازر النادل أهلي وأيضا هيكونوا موجودين في مباراة الأهلي يوم السبت المقبل إن شاء الله في مواجهة فريق ساندونز خليه في البداية أرحب بحضرتك على شاشة تحقنات النادل أهلي وعايز أتعرف بهك أقول لي أنت منين من مصر ومنين من هنا من جنوب أفريقيا وبقالك كم سنة؟ أنا الحمد لله ناصر أبواش من منصور من الشرية اللي 27 سنة هنا في البلد من مؤسسين مصريين في جنوب أفريقيا السفارة والكل يعرفون كويس يعني من طولة عمر الأهلي ما بيجي هنا أنا معاه يعني الحمد لله يعني من أيام الكابتن جوزي بردوك ومصاقوا كان في السفارة ما بيجوا احتفالات السفارة ويدعوني ونحضر معهم ووزيرهم وإن شاء الله التوفيق النباة دي يكون أفضل للأهلي بإذن الله عايز أسأل حضراتك يعني حضراتك المكان اللي جاي منه لبريتوريا يعني بيبعد عن بريتوريا بديه خمسة واربعين دهية بالسيارة استعدادك استعدادك والترتيب حريصا للأسرة كلها كون موجودة النهاردة لمساندة ومؤذرة النادل أهلي وأعتقد أن زب حضراتك لتلك كون موجود في اللقاء إن شاء الله إن شاء الله إحنا كليتنا موجودين وبدأنا يعني أغلب الناس المصريين الأدامي اللي عايشين هنا بدأنا الاتصالات بين الناس المصريين جداد في البلد نعرفهم مكان الماتش والدساكر إزاي ياخدوها لدارة النهاردة بدأت أشتري الدساكر على حساب الخاص من ساندونس عشان نأديها لأناس مصريين يعني إن شاء الله خلينا نروح لحضراتك وأسأل حضراتك طبعا كلنا بنتلهف وبنشتاء الوجود النادل أهلي هنا في جنوب أفريقيا تبقى فرحة وعيد بالنسبة لما يكون النادل أهلي موجود هنا في جنوب أفريقيا طبعا إحنا عهلوية صميم أصلا من البداية يعني من البيت كله أهليه وكله بشجع النادل أهليه كله بحب الأهليه لأنه فريق يعني بلعب كويس وفريق محترم في كل استفات يعني إن الوحد يحب يشجعه وإن هو يمشي وراه بصراحة يعني وإن شاء الله نتمنى التوفيق للنادل أهلي يوم السبت إن شاء الله يعني أكيد عارفين إن الكابتن محمود الخطيب موجود مع البعثة النادل أهلي بيمثلكوا هذا الأمر طبعا شعبية وإسمه قيمة ممكانة الكابتن محمود الخطيب طبعا الكابتن محمود الخطيب يعني ما فيش حد ما يعرفهوش ونتمنى إن إحنا نشوفه يعني لأن دائما نشوفه بس في التلفزيون وفي الإعلام عمرنا ما شفناه شخصيا يعني بصراحة وهو كابتن محترم ومعروف عالميا يعني عمستوى العالمي يعني أنا شايف أن الأسرة كلها بالكامل حريصة نهارده أنها بارتداء قميص النادل أهلي وتشيرت النادل أهلي يعني يقول لي جابين القميص أكيد بيباع هنا في جنوب أفريقيا بصراحة كان هو في رحلة في مصر من أسبوعين وبعدين نشترى التشيرتات كلها معاه وجابها بقى أهلي هنا في جنوب أفريقيا شايفنا إزاي والأسر المصرية أكيد بتجمع وبعدين تكون موجودين في المباراة بالنسبة هنا للنادل أهلي أصل معروف وسط الجنوب أفريقيين يعني كلهم بيحبوه بيشجعوه لأنه عارفين أنه هو يعني فريق كبير وفريق لإسمه ومكانته يعني وبالنسبة للمصريين اللي هنا برضو فيه مصريين أهلويين وفيه برضو بيشجعوا النوادي التانية بس بالنسبة لهم بيشجعوا الأهلي برضو كتير هنا إن شاء الله خلينا نروح بقى للناشئ بتاعنا يعني أنا عايز أتعرف فيك و بالمناسبة هو أحد ناشئي فريق سانداونز تحت 15 سنة ولكن الراجل اللي هلوي إن شاء الله يتمني فوزي النادل أهلي إن شاء الله الأهلي فريق حلو كويس نتفرج عليه كل ماتشات ماتشات أفريقيا وماتشات الدوري ويتمنى الأهلي يكسب على سانداونز وياخد بطولة أفريقيا إن شاء الله محمد أنت بتلع في سانداونز تحت 15 سنة صح طبعا طبعا بس إحنا يعزين نركن بقى سانداونز زي دلوقتي ونركز مع النادل أهلي وأكيد هتشجع نادل أهلي طبعا عشجع نادل أهلي أنا وأنا صغير مشجع نادل أهلي وأتمنى ألعب في نادل أهلي إن شاء الله محمد ولي بقى أنت بتحبي مين من اللعبت النادل أهلي ومركزك إيه أنت بتلعب في الناشئين مركزك إيه ومين اللعبين أنت بتحبه؟ أنا بلعب برأس حربة بس أنا بعقشة عمر السلية ومحمد الشنوي محمد الشنوي طبعا أنا أسألك سؤال بقى محمد يعني معلش شنة أربعة كاكتر شايف إيه أهم ميزة لتكون موجودة في اللعب اللي بلعب في النادل أهلي؟ لازم بقى عنده أخلاق يعرف يلعب قرة ومش يتكلم مع الكمهور بشكل وحش يخليه في المباراة يساكل أهداف يساعد الفريق في أي حاجة وحترام المدربين والأجهزة الفنية أشكرك محمد عايزة أروح بقى لحضرتك وأسألك يعني نتعرف بيك على شاشة تقناة النادل أهلي وأكيد هتكون معنا في المباراة يمستبت إن شاء الله آه أنا محبا معيكم على مباراة عصب وليه بقى متابعة مباراة النادل أهلي بتتفرج على مباراة النادل أهلي؟ مش كل يوم بس مش بتفرج عليهم كل يوم طيب إحنا بعزين منك يعني تقول لي مثلا تقول لي إيه اللعبت النادل أهلي؟ سعيدة إن اللعبة النادل أهلي موجودة النهاردة موجودة في بريتوريا في جنوب أفريقيا أنتو جايين تشجعوهم هتكون يعني مكيد موجودة وفرحانة مبسوطة إن اللعبة النادل أهلي موجودين هنا طبعا حبا مارفوها وكمان عايزة شوفهم وشوف زيب اللي لعافوه مش بواند سعادلي أستاذ أبراهيم ده كان لقاءنا مع أحد الأسر المصرية الموجودة هنا في بريتوريا يعني أطعوا مسافة 45 دقيقة من جونس بيرج إلى بريتوريا لمسندة ومؤذرة فريق النادل أهلي وفي المرانو النهاردة في مجمع ملعب جمعة بريتوريا وهيكونوا متواجدين في إن شاء الله ملعب لوكاس موريبي يوم السبت القادم لمؤذرة ومسندة النادل أهلي زي ما قلنا باشماندس الجميع يتوافد الجميع يساند الجميع يؤازر كل أفراد الجالية المصرية والعربية في كل مكان في جنوب أفريقيا المصممين على مسندة ومؤذرة النادل أهلي يتبقى فقط توفيق المولى عز وجل بإذن الله باشماندس إن شاء الله نرجع منصورين كل الجميع يكون فرحانة والعربة النادل أهلي يرجعوا ومعاهم تسكرة المرور إلى الدور نصف النهائي إن شاء الله باشماندس بالتوفيق للنادل أهلي